قرابة احترف فين؟ في سويسرا. بس انت قلتها. وفي سويسرا. اه. انت فاكرك مسلا اللي كولر ما هو سويسري. اه. انت فاكرك اللي هو ما كانش عنده خلفية مسلا اما ساب كامبي جورس هوبر تقريبا. طبعا. يعني جورسا ما كان جيل زمالك. عارف. عارف. لا لا عارف. دول ما عارف وقال بكده. اه. لا لا بيسأل ايه. ما هو راجل سويسري وعايش في سويسرا. ايه بيجي هنا مسلا. اقلت ليه بيرفع سماعة على مانو الوزيد. اقلت ليه بيرفع بس سماعة على فريرة. ايه. السويسرين نفس القصة اللي اشتغلوا. فكلهم بممعارفين القصة الضفائق. اكيد عنده خلفية قبل كده في سويسرا. فخلي بالك. والاجانب يا كريم. عناديين جد. ده. وعناديين جد. ويخليك تقع انت في الغلط. خلي بالك. يعني ممكن هو عارف. استفزك. استفزك. انا متوقع حاجة. قلتها حتى في انتم. مش كهرابا نزل تدريبا النهاردة. هو كهرامشي موجود في قيمة مباراة. انت تصوري بشخصية مارس الكولر. اللي هو تمام. بعدين برضه. اختيار التوقيت. انت كسبان. عارف لو. عارف لو. لو خسرنا. انا ما بحلكش. بس انت كسبان. هتبان ان انت بتفكر في نفسك. الله سيئا انت كسبت. انت عارف انه كهرابا ربنا نجاه. لا يعني لو كان خسر من الزمالك المباراة اللي فات الديت. كان مبارتين زمالك ورابا طبع. اللي كان هشيلي الليلة كهرابا. طبع. كهرابا كان هيمشي. كان يعني كان الجمهور كمان.